دكتور علي عبدال وكرئيساً لمركز الدراسات الدوائية أنا ليه ما بشتغلش على إنتاج المادة الفعالة بتاعتي زائد التعاون مع الهند زي ما أتكلم دكتور علي عوف وزي ما أظن إحنا أيضاً تعاوننا في هذا المجال فيما يتعلق بعقرات التهاب الكابدي الوبائي وفيروس سي ليه ما بنفتحش المزيد من التعاون وبالتالي أشجع الصناعة بتاعتي طيب بس كان فيه نقطة يعني أسيرة دلوقتي خايف تفهم خطأ يعني لأن الدكتورة خاصة بالدول مستورد ذلك الدول الذي يهرب لأننا عايزين نشجع المنتج المصري مقابل المستورد سواء داخل البلد بطرق شرعية أو بطرق غير شرعية يعني احنا منتجنا المصري بنشجعه أصاد اللي داخل البلد وله وكيل وله يعني بشكل رسمي دكتور إيناس كانت واضحة حتى في النقطة الأخيرة قالت المنتج المصري إحنا عارفين أصله وفصله وكيفية إنتاجه حتى وصوله لداخل الصيدلية ثم للشخص اللي هيتطر يستخدمه طيب النقطة التانية للتوضيح المادة الفعالة في العالم عبارة عن طبقتين يعني نوعية نوع للبحث العلمي ونوع لكل العالم يتداولوه وبالتالي ما فيش هنا فرق ما بين سيادتك وأنا وغيري في استخدام المادة الفعالة يعني المادة الفعالة ما هيش درجات هي درجتي درجة مش للتداول في صناعة الدواء إنما البحث العلمي والدرجة التانية ليه الصناعة الدواء طيب إحنا ليه ما نصنعش مواد خام؟ لا إحنا لنا تجربة رائدة من الستينات في صناعة المواد الخام وحاليا بدأنا لإعادة التوطين صناعة المواد الخام وأعادة إحياء ما قد بدأناه في الستينات من صناعة المواد الخام لكن الموضوع ده محتاج إيه؟ محتاج إنك لما تصنع مادة خام لازم تبص للأسواق اللي حواليك يعني مش هيب الاستخدام المحلي لأن في بعض الأدوية يكفيك مثلا كيلو في مصر لمصر كلها كيلو مادة خام لمصر كلها لأن المادة الفعالة هنا بالمايكرو جرام وبالتالي ما تشمحتك صناعة كبيرة إنما تبقى تصنع مادة فعالة تودها فين؟ يبقى الانتاج المحلي ثم للمنطقة الشرق الأوسطية أو العربية أو الخالجية أو الأفريقية كسوق واحد وبالتالي هنا لا إحنا بدأنا نصنع مواد خام بخطط مدروسة ترجمة نانسي قنقر